أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمة الفحص السمعي لأربعة ملايين وخمسمائة وخمسة عشر ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكري وعلاج فقدان السماع لدى الأطفال حديث الولادة وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر من العام الفين وتسعة عشر وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنها رفعت أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية إلى أربعة وثلاثين بدلا من ثلاثين مركزا وتم تزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم خدمات بمبادرة السمع مشيرة إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدءا من يوم الولادة وحتى عمر الثامن والأو ثمانية وعشرين يوما إلى ثلاثة ألاف وخمسمائة وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية